مطار النجف يثار مجدداً موضوع وملفه ليش الان مطار النجف الدولي يثار ودعوات برلمانية واخرها النائب احمد مجيد اللي طالب بالتحقيق بعائدية ومرجعية المطار وين تروح حوائته ايضاً ليش لانه النزاهة هيئة النزاهة اعلنت المصادقة على قرارين الادانة الصادرين بحق رئيس مجلس ادارة مطار النجف الدولي السابق بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة وان الهيئة التمييزية في محكمة استئناف النجف قررت المصادقة على الحكمين الصادرين بالحبس الشديد غيابين على رئيس مجلس ادارة مطار النجف الدولي السابق يعني حبس مشدد غيابياً يعني الاخطائر لقلق طار علب طار وين وكر بيت المختار طبعا فلهذا غيابيا حكم عليه ليش يا بني لأنه صار في 726 ألف دولار و 856 دولار خلافا للضوابط هي بس هاي المشكلة اللي قيتوها وبعدش لقيتو عليه وحكموا عليه بحكم إدانة آخر بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر إثر قيامه بمنع الفريق التدقيق التابع للهيئة النزاهة من القيام بواجباتها أنا هذا الملخص اللي هم قالوا لكن واقع الحال شي يقول يقول أنه هي مو شغلة ستمية أو 726 دولار و 856 دولار لا هي مو شغلة 726 ألف دولار هي ملايين الدولارات دول العالم والكثير من المدن في العالم ترى لا عدها لا نفط ولا غاز ولا ثروات مثل أرض العراق فأكهو مدن لأن بيها مطار تزدهر الحياة في المدينة لأن بيها مطار ومطار قد يكون محلي محلي على مستوى الدولة خاصة دول كبيرة بها عدة ولايات بها عدة محافظات مثل ما نقول بالعراقي لكن في النجف الأشرف لما تكون عندك الكثير من الميزات التي تتفرد بالعالم أجمع وكيف لا والنجف الأشرف هي مدينة الإمام علي عليه السلام وهي بوابة العلم والعلماء ويأتي إليها الزوار من كل بقاع الأرض والعالم الإسلامي شرقا وغربا شمالا وجنوبا ملايين الزائرين يفوق عددهم لربما عدد الرحلات الجوية التي تأتي إلى مطار بغداد الدولي ومطار النجف الدولي لو استثمر صحيح هو أهم من مطار البصر الدولي وأهم من مطار أربيل الدولي واقع الحال لأن أنت يجوك زوار من كل العالم قد يكونون قاصدين لزيارة النجف الأشرف وزيارة مقام الإمام علي عليه السلام أو قد يكون ذاهبون منه من المطار باتجاه كربلاء المقدسة اللي الآن احنا ما نعرف مطارها أيضا مطار كربلاء المقدسة المين للمستثمر للعتبة الحسينية اللي أيضا سيطرت على مصنع تعليم كربلاء وقبل مكبس التمور المين للدولة ورئيس سلطة الطيراء المدني فرحان ومبتسم الأخ اش اسمه بالله وينا بالله عماد الأسدي فرحان يطلع والله ما أعرف العوائد والمرجعية الملعدة التخوية عليش رئيس سلطة الطيران المدني كف نفسك وقعد بصفحة إذا أنت مسؤولي فترضئي تعرف شنو ما أعرف تضحك فرحان فرحان والله ما أعرف الملعدة التشنو يا فندي رئيس سلطة الطيران المدني وما تعرف ليش ما تعرف لا تعرف كل الزين لكن تخاف تقول منه المستثمر ومنه الجهة الوراء أنت تخاف أتحداك على الهواء أتحداك على الهواء أنت تخاف مثل ما جاي يصير استحوال على الكثير من المرافق في النجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة وتخافوا ليش تخافون رجعت أقول لكم يا مليون مرة راح أرجع أقولها مكتب سماحة المرجع على السيد السستاني ترى مفتوح بالنجف الأشرف اشتكوا احجوا يا أخوة أقول لكم احجوا أنت ليش تخافون ليش تخافون تحجون من هو الوراء المستثمر من هو حشل أعمامة دينية أعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لكن وراء أعمامة سياسية مطار وراء أعمامة سياسية